يسعد اليوقاتكم اصدقائي من وين عم تابعوني باي وقت عم تابعوني اهلا وسهلا فيكم فيديو جديد او طبخة جديدة طفقتنا اليوم مأمونية مأمونية كتير طيبة على الفطور وبما انو دنيا صارت شتا برت اكيد مأمونية طيبة على الفطور صباحي مأمونية اكلة ملوكية نقدمها بالصباح طبعا رح قدم لكم يها الطريقة سهلة وبسيطة والطعم كتير طيب اذا اول مرة تشوفوا قناتي انا امرامان قدم وصفات سهلة وبسيطة وبشارح كتير بسيط اذا مو مشتركين بتمنى لا تشتركوا في القناة حتى يوصلكم كل اشعارات ويلا بنا على المقادير وطريقة التحذير بيلزمنا سكر طبعا سكر حسب الرغبة في كي تستعملي كوب ونصف لا كوبين كوبين ونصف حسب حلاوة اللي انت بتحبية طبعا رح نحضر مع بعض اول شي قطر بيلزمنا كوب ونصف من السكر خمس اكواب من المي طبعا انا استخدمت مي حنافية عادية هلا ما نحطن على النار بعد ما اضفت السكر والمي برجع تخبركم استعملت كوب ونصف من السكر خمس اكواب من المي طبعا العيار كوب من السمية الوسط وممكن استعمل السمية الخشن هلا رح نحط القطر على النار حتى تبلش تغلي طبعا رح حط على النار وسط حتى تغلي على مهلة بيكون نحن حمصنا السمية مع بعض نحركها حركة كتير بسيطة ومنحطها على النار حتى تغلي متل ما خبرتكم فيكم تستعملوا كوب صغير او كوب كبير حسب الرغبة الكوب اللي بتستعملي باول مكون رح تستعملي باقي المكونات رح نحضر مع بعض او نحمص مع بعض هلا السمية بيلزمنا ملعقتين من السمنة او الزبدة ممكن تستعملوا الزبدة حيواني بيكون اطيب او السمنة حيوانية اذا مو متوفر فيكم تستعملوا النبادي منخلي الزبدة دوب معنا شوي وهلا رح نضيف كوب من السمية متل ما خبرتكم كوب من السمية بيلزم كوب ونصف من السكر خمس اكواب من المي والسكر حسب الرغبة من كوب ونصف لكوبين كوبين ونصف حسب حلاوة اللي انتو بدكم بس انا بحس انه كوب ونصف بيكفي لحلاوة ما نضيف كوب من السمية ومبرجع بخبركم سمية الوسط وممكن نستعمل الخشن ما نحمصها حتى ناخد اللون الدهبي في كتير ما بيحبوا يحمصوها بس هيك تحريكة بسيطة بكافي بس انا بحس لما نحمصها بيعطي طعمة كتير طيبة واللون كمان بيطلع كتير حلو مع التحريك المستمر واهم شي نار ما يكون العالي النار وسط او تحت الوسط مشان ما تحرق معكم السمية منحركها ما نتركها ولا دقيقة او ولا ثانية حتى ما تحرق معنا السمية نحركها حتى ناخد اللون اللي نحن بدنا اياها بدكم اغمى او افتح هاي الشغلة كمان بيرجع لالكم اذا وصلتم معي لهون بتمنى لا تنسوني من لايك واشتراك وتفعيل الجرس حتى يوصلكم كل اشعارات وحيك اخدنا اللون اللي نحن بدنا اياها متل ما انتم شايفين لون اشقى ما كتير غامة ولا كتير فاتح هيك صار عندي ما شاء الله السمية جاهز متل ما انتم شايفين ما محركها ما قطعت ولا مقطع حتى تشوفوا الطريقة بالمزبوط وما بياخد وقت منكم ميهائيا لا سمية ولا القطر طريقة سهلة وبسيطة خصوصا بالصبح بمان وجو بارك كتير طيبة المأمونية على الفطور يعني فطور ملوكي اذا مأمونية على الطاولة بعد ما صار اسمي جاهز هلا فورا وراح نضيفها على القطر بيكون بهال المرحلة القطر عم تغلي معنا طبعا راح ضيف ملعقة من ماء الزهر وهي الشغلة اختيارية يعني فيكم تستغنوا عنا اذا ما بتحبوها بس بيعطيناكها طيبة ماء الزهر للمأمونية متل ما انتم شايفين القطر كان عم تغلي وراح ضيف السمية اللي حمصناها مع بعض فورا على القطر وهلا راح نحركها حركة كتير بسيطة والنار يكون طبعا تحت الوسط لا كتير واطي ولا يعني فيكم تحطوه على الوسط عم تبلش تغلي وراح نطنار شوية خفيفة وراح نغطيها تقريبا ثلاث اربع دقائق وفورا راح نطفي النار ثلاثة او اربع دقائق بكافي حتى يستوي معنا السمية بعد اربع دقائق تقريبا هلا نشوفها ما شاء الله استوى معنا طبعا راح نطفي النار ونرجع نغطيها ونتركها تقريبا عشرة لاربع ساعة اكتر من هيك لا وفيكم تسخنوها امتى ما بدكم هلا راح نغطيها ونشوفها تقريبا بعد انا خليتها 13 دقيقة عشان يكون عندكم علوم فيكم تخلوها بعد ربع ساعة بعد 13 دقيقة هذا هو القوامة طبعا انا غطيتها حتى تفتح معنا حبات سميت اكتر ما بدناها تكون كتير قاسية وهيك صار عندي جاهز بتزينوها كيف ما بتكون انا بحبها مع رشة قرفة قرفة ناعم او قرفة مطحونة من رشة رشة بسيطة اذا بتحبوها وكمان منحط عليها القشطة او جبنة كريمية او جبنة المشلل يعني كتير طيبة جنبه وطبعا راح نزينها بالفستق حلبي وهيك طبختنا صار جاهزة للتقديم وقابل هالمرة عملت جبنة المشلل راح حتى رابط بصندوق الوصف تحت الفيديو اكيد راح يبين معكم هي طيبة مع جبنة المشلل وفوقها طبعا القشطة او جبنة الكريمية ومع رشة قرفة وفستق حلبي يا سلام طبخة كتير طيبة وحير وصلنا لنهاية الفيديو بتمنى يعجبكم الفيديو اكتبولي بالتعليقات شو رأيكم تياه اكتبولي من اي بلد بتتابعوني واهلا وسهلا مرة تانية فيكم بكل مشترك جديد ومشترك القديم وشكر انا كتير على دعلكم لالي وبتمنى يعجبكم فيديوهاتي واشوفكم بالخير بفيديوهات الجاي موسيقى